تواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية لتحرير الرمادي والفلوجة قبل عيد الفطر من عناصر تنظيم داعش وبالتزامن تمكن الجيش العراقي من تحرير قضاء بيجي في صلاح الدين بالكامل والمعهد التقني وجسر الشيحة تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق بالكامل من تنظيم داعش باستثناء بعض المراكز الغير فعالة وعزت القوات الأمنية تأخير الانتهاء من تحرير محافظة صلاح الدين بالكامل إلى خطة الحفاظ على البنية التحتية وليس إلى الإمكانيات العسكرية وحررت القوات العراقية بمشاركة قوات الحجر الشعبية المعهد التقني وجسر الشيحة في قضاء الفلوجة بمحافظة صلاح الدين بعد معارك عنيفة مع مصلحي تنظيم داعش وبالتزامن تتواصل العمليات العسكرية في الفلوجة والرمادي وسط العراق حتى تحريرهما قبل عيد الفتر وبدوره أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر وصول 250 من المدربين الأمريكيين الجدد إلى قاعدة التقدم العسكرية الجديدة في مدينة الرمادي لتدريب القوات العراقية ومسلحي العشائر هناك وبدوره أشهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالانتصارات التي حققتها القوة الأمنية ضد عصابات داعش في مناطق بيجي وكاركوك وغربي الفلوجة وحديثة ترجمة نانسي قنقر